مرحبا بكم لم يختلف الوضع الأمني في العراق في عام 2018 عن الأعوام السابقة الممتدة منذ عام 2003 حيث أقر عدد من قادة الميليشيات والمسؤولين الأمنيين الحكوميين بتزايد نشاط مسلحي تنظيم الدولة خاصة في كاركوك وأطراف الموصل وأيضا على الحدود السورية العراقية انفلات السلاح وبقاؤه بيد الميليشيات وفرق الموت الخاصة فاقم من هشاشة الوضع الأمني في معظم مدن العراق ومن أبرز تجليات هذه الهشاشة والضعف الأمني هو تزايد النزاعات العشائرية واستخدامها الأسلحة المتوسطة والثقيلة لا سيما في جنوب العراق كما أن نشاط عصابات الجريمة المنظمة شهد تزايدا واضحا خلال عام 2018 وهو ما تمثل بالخطف والسطو المسلح والاتجار بالبشر مؤشر السلام العالمي الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام وضع العراق في المرتبة الرابعة كأخطر دولة في عام 2018 كما أن مؤشر ميرسر أيضا صنف بغداد كأسوأ مدينة للعيش لأسباب عديدة من بينها انعدام الأمن فيها وعلى الرغم من إعلان العبادي النصر على تنظيم الدولة إلى أن الوضع الأمني عموما ما زال يتصف بالهشاشة والضعف وسهولة الاختراق